انا علاقتي بربنا هي علاقة قوية جدا ومش محتاجة اي حد يكون في النص ما بينه وما بينه ليه لان هو اقرب لي يعني الله اقرب لي من اي حد تاني يعني اقرب لي من حتى الناس اللي انا بشوفهم في حياتي اليومية انا باتقرب لي وباجي بانكسار وباجي بوقت انا بخصصه ان انا اقعد معاه واجهوله تكريس عشان كده بيسموا الصيام في المسيحية تكريس انا بكرس اليوم لي فليه التكريس ده يعني انا بخصص هذا اليوم بامتنع فيه عن اي حاجة تشغلني على ان انا يكون في علاقة ما بينه وما بين ربنا ان انا اسمع صوته وان هو يسمعني ففيه مش مونولوج انا بتكلم بتكلم هو يسمعني بس لكن انا بتكلم وهو بيتكلم بيرد علي فانا بيتبني ايماني انا بسمع ايه الخطوة الجاية في حياتي باخد بحاول ان انا اعرف الطريق استوضحه فكل الامور ده هيت انا باخدها في وقت مانا بكون باكرس وقت للصيام امام الله مش بعمل الصيام عشان اروح له لكن لان انا عايزة اكون في محضره الصيام بيكمل يعني الصيام مش طريق للذهاب لله العلاقة اللي ما بينه وما بين الله هي اللي بتخلي الصيام معنا وهي اللي بتخلي للصلاة معنا وبدون هذه العلاقة لا الصيام ولا الصلاة ولا اي عبادة بيكون لها معنا لان الله لو انا مفيش علاقة ما بيني وما بينه انا بكلم مين انا بصوم لايه انا ازاي في يعني اه اه ده بعمل عبادة لمين بالزبط ما هو مش سمعني ومش عارفني موسيقى